الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المسلمين وإمان المساقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد انتهينا في المجلس السابق عند الكلام على صفة العلوب وذكرنا أن أدلة العلوب لها أنواع يعني ليس الكلام عن أفراد أدلة العلوب فأفرادها ذكر بعض أهل العلم أنها تجاوزت ألف دليل لكن أنواع هذه الأدلة ذكرنا أن هذه الأنواع والتي في كل نوع من هذه الأنواع أفراد ما هي؟ السمعي العقلي الحسي والفطري طيب دليل السمعي أيضا ينقسم إلى أنواع أيضا ولنقول أن الأول أدناس وهذه أنواع أنهم السماء وأنهم فوق وأن الأشياء تنزل من عنده وترتفع إليه وأن أشياء عنده وأن شيئا عنده أيضا نزوله وكونه استوى على العرش إلى حلم وذكرنا أن الفطرة هو أمر يحس الإنسان من نفسه ويجده عندما يريد أن يدعو الله تعالى في خلواته وذكرنا قصة وذكرنا قصة القصة التي ذكرها محمد بن طاهر المقدفي كما ذكر لن أبي العز الحنفي ما حصل بين أبي المعالي الجويني وبين الهمدان ونأخذ الآن الآيات المتعلقة بهذا ثم قرأنا هذه الآيات لما قرأناها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال شرق الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الواقضية وقوله يا عيسى إني متوفيت ورافعك إليه بارفعه الله إليه إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطرع إلى إله موسى وإني لأغنه كاذبا أأمنتم من في السماء أن يخسف لكم الأرض فإذا هي تموم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير نعم هذه من الأدلة ولا نريد أن نكثر من الشرح فيها ولكني سأسألكم عند كل دليل منها إلى أي قسم ينتسب فلابد من أن تكونوا انتبهين قوله الرحمن على العرش استوى بأي دليل استدلنا الآن على العلوم دليل السمع من جهة ومن الدليل السمع الافتواء وثم استوى على العرش قال في ستة مواضع نحن ذكرنا أن الافتواء هو من النصوص أو النصوص الاستواء من النصوص التي دلت على الافتواء الذي لا ينبغي تحريفه عن موضعه أو ما يسمى بالتأويل لأنه قد تواردت النصوص على الموضع الواحد من غير اختلاف فجاءت بلغم ثم استوى الرحمن على العرش استوى وبلغم ثم استوى على العرش وبدأ أيش الدفع الثالث على العرش استوى الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن الرحمنgue على العرش استوى ثم استوىอى العرش ثم استوى العرش الرحمن تسأل به خبيرا في سورة الفرقانش ثلاث صور وفي كل الصور جاءت بلفظ السور ما جاءت في أحد الألفاظ بلفظ الآخر بمعنى أو بشيء يشير إلى أنه غير مقصود فتوارد اللفظ على الموضع الواحد في جميع المواطن دليل واقتراضه عليه دليل على ماذا يا وحيد على أنه لا يجوز أن يحرف أو يبدل وأنه مقصود في ذلك الموضع كذلك من الاستواء لما يكون مضافا إلى العرش أو لما يكون الاستواء على العرش بالذات فنفس المثال العرشي يستدل على العلوب العرش فيه علوب من حيث لغة العرب لذلك لما قال الله تعالى معروشات وغير معروشات ما يعني معروشات وغير معروشات معروشات يعني مرتوعات وغير المعروشات هي التي تقوم على سفر لا تحتاج إلا الرفع واضح هذا الأمر وعندما مر معنا في سنن أبي داود التي الطائر أو الحمر التي أخذ الفرخان منها فجاءت ماذا تفعل؟ تعرش يعني ترتفع وترفرف هذا قال بعض العلم يعني أنها ترتفع وترفرف فالشاهد الكلام أن أن هذه مسألة العرشية تدل على العلوب حتى الاستواء على العرش بالذات دليل مما يشير إلى العلوب طيب قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ورافعك إليه هذه الدلالة رفع الأشياء إليه بل رفعه الله إليه من نفس النوع وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني يرفعه إليه يعني هنا العائد غير مذكور يعني يرفعه إليه هذا هو الصحيح وإن كان بعضها لن يقول والعمل الصالح يرفعه يعني يرفعه الكلمة الطيئة أن الدعاء يرتفع بسبب العمل الصالح لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الأول هو الراجح لكن حتى الثاني يعني أن العمل يحتاج إلى أن يرتفع إلى الله أو أن الدعاء يحتاج إلى أن يرتفع إلى الله وإن لم يرتفع الدعاء فإنه يحتاج إلى ما رفعه إلى الله وهو العمل فعلى كل المعنيين ثبت العلو للا طيب وقوله يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا في أي شيء يظن موسى كاذبا موسى أخبره أنه في السماء فهو يقول أنا أريد أن أبني صرحا عاليا أنظر إذا كان طادقا فمن فمن أنكر العلو ففيه شبه من فرعون هو يكذب موسى وكذب محمد صلى الله عليه وسلم يكذب جميع الأمبياء وقوله أنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض وجه الاستدلال هنا ذكر أنه في السماء وذكر أنه في السماء له أحد معنيين أحد هذين المعنيين أن السماء معناه العلو يعني أنه سماء يتمو سموا أو سماء يكون اسم مقدر سماء يتمو واضح هذا الأمر في السماء يعني في العلو يعني هو ثابت له العلو أو أن السماء هي السموات والمقصود ما فوق السموات وقوله في هذه ليس المقصود منها معنى الضرفية كما في قوله تعالى لأصلباً عن فرعون لأصلباً نكون في جدوع النقل لا شك أنه لن يفتح جدوع النقل ويدخلهم فيها وإنما على جدوع النقل ولا نقول في هذا الموضع بالإبدال والتناوم وإنما هناك سبب لهذا الأمر أما بالنسبة لما قاله في العلو أي أنه يعني يصلبهم عليها ولكنه يلصقهم بها والموضع الآخر هو في السماء يعني السموات أي أنه سبحانه وتعالى كما ذكرنا في العرش أن الاستواء على العرش يدل على الدوام والاستقرار كذلك هو الحال بالنسبة لعلو الله سبحانه وتعالى ففيه الدوام والاستقرار فجاءت فيه تدل على هذا النوع من المعاني وهذا هو التضمين هذا التضمين فهو في السماء مستقر فيها سبحانه وتعالى لا يعني مقصود مستقر في علوه وليس أنه وليس أنه يعني داخل هذه السموات محاق بأي من خلقه فجميع خلقه لا يحيطون به سبحانه وتعالى لو جميع خلقه ما خلق سبحانه وتعالى وما يخلق لا يحيطون به فأعظم من جميع خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوة كبيرة قال وقوله هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استرعى العرش وهذا يعود للأول والذي يبتدئ به الموضع الثاني إذن هذه الآية جاءت موسيطة بين الكلام عن العلو والمعيز نعم صدق قال رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استرعى العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو تابسهم ولا أدنى من ذلك ولا أستر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تأذن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصادرين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصادرين طيب إذن هذه الآية امتدأت بذكر الاستواء وانتهت بذكر المعية وقبل أن ندخل في الكلام عن المعية نريد أن نسمى الكلام عن الاستواء نراجع قليلا ما هي المعاني التي فسرت سلف بها الاستواء إن شاء الله يكون نشيط تضر اتفع على وصعدة واستقار وقلنا ليس معنى استقار المعنى التي تبدر الاذهان لبعض العوام أنه انتفق باللا وأنه المقصود السبات والاستمرار لأن هذا الذي فهمه السلف وقالوا ينزل ولا يقل منه العرش وهذا قول جمهور السلف ولم يقال فيه لمن شد فقط طيب الأمر الآخر وقضية العلو العلو هل العلو علو واحد هل أكثر من العلو علو المكان الرفعة العلو الذات علو المنزلة أو لنقل الوصف أو علو الصفة وإضافة السلف وعلو القدر وقضية قدر جمل علو القدر هو العلو الوصف والذي يسمي المتكلمون علو المنزلة يقولون لا نقول علو منزل ولكن علو منزلة الرحمن لنقل علو منزل نحن نقول علو ذات وعلو صفات وعلو قهر قوله تعالى وهو القاهر حوق عباده وعلو القهر يستلزم العلو للذات وعلو الصفات يستلزم العلو الذات وعلو الذات يتضمن علو الصفات طيب قال ما يكون من نجوة عقفهم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم يستوع العرش هذه الآية تكلمنا عنها كاملة صحيح؟ ومفاصل الكلام عن الآية أنه لما أثبت لنفسه العلو قد يتوهم الإنسان أنه إذا كان في علوي سبحانه وتعالى قد يغيب عنه بعض خلقه فذكر جميع ما يحتاج إليه الخلق من مواضع العلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل للأرض وما يخرج منها ولكنه ابتدأ بأبعادها باعتبار توهم الإنسان وهو ما يخرج من الأرض يعلم ما يلق أو ما يلق في الأرض يعني ينزل فيها يعلم ما يلق في الأرض الشيء الذي ولد في الأرض وصر أسفل الأرض هذا أبعد شيء بحسب توهم من الإنسان وإلا فهو بالنسبة لعلم الله سواء يعني بالنسبة لعلم الله عز وجل لا فرق بين قريب وليس هناك قريب وبعيد ما جهي بالنسبة لعلم الله بالنسبة للمخلوق الحاضر لا قريب ولا بعيد وبالنسبة لعلم الغيب لا فرق بين حاضره وغائد من حيث علمه به هو يعلمه كما لو كان حاضره لكنه لا يسمى علم شهادة غير موجود وضح الأمر ولا لا طيب ثم قال في آخر هذه الآية وهو معكم أينما كنتم هل معنى ذلك هو مع كل شيء في كل مكان لم يقل مع كل شيء وإنما قال معكم يعني يمكن أن يقال لك أحد خيارين إما أن تقول هو مع كل شيء في كل مكان أو مع كل أحد في كل مكان أيهما مع كل أحد مع كل أحد أما مع كل شيء هذا غرص أما المعية لها معنى يختلف عن معنى العلم مجرد فهو سبحانه وتعلم كل شيء أما المعية فلا تثبت لكل شيء رضحت القضية طيب ثم المعية معية عامة ومعية خاصة والمعية العامة ينبغي أن تبقى على عمومها فالتنزيح يثبت مع وجود معية عامة حتى لا يتصور المعية العامة هذه نذكرها لا يقال الله مع هذا الذي ونذكر الصفات القبيحة ولكن نقول مع كل أحد بحيث يفهم أنه معهم جميعا حتى يتصور الإنسان أنه سواء عمل طالحا أم عمل قبيحا يستشعر معية الله وهذا معنى غير معنى العلم واضح ولذلك لم يقلوا هو معهم علمه وإنما قالوا هو معهم أيش بعلمه ما قالت سلف هو معهم علمه يعني المعية هي العلم وإنما قالوا هو معهم بعلمه يعني معية العلم وفرق بأن تكون المعية هي العلم وبين أن تكون المعية معية العلم مفرق نحن بين المضاف المضاف إليه ألا لا يعني هل المعية هي العلم لا هناك معية وهذه المعية فيها معنى ذائب يستشعره العبد عندما يعني يسمع كلمة المعية يقول لخلان الله معي فرق بين هذا يقول الله يعلم ما أنا علي هذا المعنى المحب والعابد والصالح والعالم يستشعر منها معنى غير المعنى الذي يستشعره العاصي والفاسق والفاجر والمكابر والمعاند واضح؟ فالمستكبر عندما تقول الله معك عندما تقول له مهما أعمل فالله معك يستشعر معنى يش التهديد والوعيد غير مجرد ذكر العلم هذا معنى آخر زائد على مجرد العلم ولذلك فالعلماء يقولون المعية تفيد أيش تفيد المعنى المعية غير المعنى العلم تفيد المصاحبة ومطلق المقارنة المصاحبة يعني المصاحبة لها أنواع وبالتالي فتختلف أنواع المعية بحسب اختلاف أنواع هذه المصاحبة فتبدأ هذه المصاحبة بمطلق هذه المصاحبة من حيث العلم مثلا الله عز وجل مع كل أحد بهذا الاعتبار فكل ما من خلقه الله عز وجل فهو معهم سبحانه وتعالى أينما كانوا يعني ابتعدوا أم اقتربوا ظهروا أم اختفوا فهو معهم واضح هذا المعنى شامل للمخلوقات شامل للمخلوقين ولا لا هذا شامل جميع المخلوقين طيب وهذا المعنى فيه يعني بالإضافة إلى هذا فيه الإحاطة العلمية من جهة الإحاطة العلمية طيب ثم لما قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فيه إشارة إلى نوع هذه المعية فإن قال قائل هل هذه المعية معية مجازية حقيقية لأن واحدا من الناس قال في الكلام في سورة الحديد لما تكلم عن الاستواء قال الاستواء هو كناية عن الهيمن الاستيلاء لما تكلم عن المعية قال المعية على حقيقتها فهو مع كل شيء في كل وقت وفي كل مكان وقالوا في كل شيء ما فيه دليل عليه ما عندنا دليل لن نتكلم عن الله عز وجل النحو لا نتكلم عن مخلوق ما عندنا دليل أنه مع كل شيء ثم قال في كل وقت وفي كل مكان واضح ومعنى ذلك أنه يكون في الأرض ويكون في البيت ويكون في السوق ويكون في المسجد وها كلا وليس في كتاب الله ما يفيد هذا المعنى وإنما المقصود أنه معهم أينما كانوا وليس في أي مكان وفرق بين الأمرين ما هو فرق بين الأمرين من انتبه لا يقول هو معكم في أي مكان وإنما يقول هو معكم أينما كنتم صحيح فلما يقول هو معهم مع كل شيء في كل وقت وفي كل مكان فقد جعل الله عز وجل في هذه المعنى في المكان بينما عندما يقول وهو معكم أينما كنتم وما قال في أي مكان كنتم إيش الفرق الآن ها في فرق ولا لا الفرق أنها لما يقول هو في كل مكان جعلت ذاته هي التي في المكان وإنما يقول أينما كنتم في المعية جعلت المعية واصلة إلى كل مكان من غير ذكر أنه في المكان ولذلك فإن العلماء تكلموا في هذا النوع من التفسيرات وأنه من التفسيرات التي فيها الضلال وفيها الهوى إن شاء الله العافية والسلامة فتجده يحرف في موضع الإثبات في قوله ثم ثوى الأرش ويعني يوغل في التشبيه والتمثيل في موضع التنزيل لأن كلمة ومعكم أينما كنتم فيها معنا التنزيل كما ذكرنا قبل قليل ولا نفيث وما يشير قلنا قلنا نحن نقول في المعية العامة نبقيها على عمومها لا نقول هو مع مثلا يعني ممكن تقول أن تقول الملك مع الزاني في الزناه والوزير هذا قد يغضب نبقي المعية العامة على عمومها أو أننا نجعله في موضع يتناسب مثلا تقول هو كأنه مع خلان مثلا تقول في الشخص المعين الناس يعني لأنه لا يمكن كل إنسان مثل لا يكون للإنسان من الأسر لا يكون لله يقول له كأنه معك ولو أنك غششت مثلا هذا المعنى مثل وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول هذا فيه بيان قوة المعية في موضع الشعور بعدم الوقابة التبيت فيه معنى غير معنى لأن هذا بيت بمعنى أنه نوى واجتمع على خلاف ما يظهر منه هذا الله معه في ذلك هذا الموضع تحتاج إلى الانتباه إذن هل يجب لنا أن نثبت المعية في كل موضع نريده لا لابد من فهم المقصود من المعية ما هو المقصود من المعية العامة ما هو المقصود من المواضع التهديد التي تتناسب والتنزيه في موضع المعية حتى نصرف هذا اللحظ في ذلك الموضع المناسب ومعنى المعية من المعاني الراقية جدا والمؤثرة على قلوب ثبات وإلا لماذا يقوله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم فيه نوع من إنشاء مهابة في قلوب القوم والزدر من خلال التهديد الواقع من كلمة وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم قال ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم هذا النوع من النجوة يحصل يعني يحصل منه إظهار إيش المقصود من النجوة إظهار ما يكون بين الثلاثة إلا إخفاؤه إخفاؤه فنلحظ أن المعية هنا جاءت لموضع مناسب وهو قصد الإخفاء عندما يريد الذي يتكلم إخفاء الكلام يظهر عندنا معنى إيش المعية هنا واضح؟ حتى نتلمس أينما وضع المعية حتى نفهم الحضية ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان أينما كان هو معهم أينما كان مثل إيش هو معكم؟ أينما كنتم لم يختلف الله ثم ينبئهم بما عملوا يوم قيامة إن الله بكل شيء عليهم ولذلك السلام لماذا فسروا هذه المعية؟ بعلمه قالوا معهم بعلمه يعني المعية العلم طيب هل هذا يعني فيه قول بأن المعية مجازية؟ ها؟ المعية لها أنواع ذلك فنقول لابد أن نقول كل ما جاء في كتاب الله هو على حقيقته كلامنا هذا لا يعني أننا نقول بأن هذه المعية مجازية هي معية حقيقية لكن كل معية بحسب المقصود منها يعني هناك معية قلنا في أعلى مرافبها التي تدل على العلم في أعلى مرافب الشمول هناك معية خاصة وأخاص مثل معية الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يوجد معية تصل إلى هذه الدرجة من الخصوصية حتى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم استشعر هذا المعنى وعدوه الذي يريد البطش به قد وصل القريش وضعت فدية كبيرة في من ينسك النبي عليه السلام مسلمه حيا أو ميتا فكان يترد في جبال مكة وتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته حتى وصلوا إلى ما فوق الغار غار موجه إلى منطقة الجنوب هجاءوا من مكة وصعدوا الجبل حتى فاروا فوق الغار فوق الغار الرجلان فوق الغار واضح الأمر طيب والغار عندما تصل إلى فمه تكون قد نزلت من أعلى إلى أسفل حتى وصلت إلى إيش فم الغار فيقول أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرآنا لوحد نظر في موضع قدميه لرآنا سيقول له صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما واضح السكينة يعني واحد ينتظر القاتل هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يصل العدو إليه وهذا عدو يريد أن يبطش إن الله معنى هذا المعنى الذي لا يسمو إليه معنى في المعية هذا المعنى من المعية فيه معنى القرب وفيه معنى العلم وفيه معنى التأييد والنصرة وتنزيل السكينة والاستقرار والأمن على القلب فيجتمع في هذا النوع من المعينة نجزم أن هذه المعية فيها معنى القرب ونجزم أن فيها معنى إنزال السكينة ولكن إذا اجتمعت هذه المعاني فإن المعية يكون في أعلى مراتبها من حيث الشرف فأشرف معية ثبتت لمخلوق هذه المعية نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا طيب هناك معية تختلف عن هذا المعنى يعني المعية التي يتكلم بها الحلولية ويتكلم فيها بعض الأشاعر ببعض الأشاعر طبعا ما تناقض المذهب بعض الأشاعر يقولون في كل مكان وبعضهم يقول لا هو ليس في أي مكان طيب أنتم تكفرونهم ألا لا يعني أن أقول فوق العرش أهوى أن أقول في كل مكان بالنسبة للذين يقول ليس في مكان أيهما أكثر عندكم الذي يقول الأشعري ألا السلفي يتسافق الله أما هم في هذه الأماكن هو فوق كل شيء وصاحبكم يقول هو في كل مكان وهو أشعري وأنت أشعري ما القصة؟ إما أن تقول هو ليس أشعريا وإما أنك طيب وهذا المعنى الذي يعني الذي يفهمه هؤلاء الذين يقولون في كل مكان لا دليل عليه لا من كتاب الله لأن ليس في ذكر المعية أنه في كل مكان وإنما في المعية أنه معكم أينما كنتم وليس فيه أنه في تلك الأماكن فقد جاءوا بشيء لم يأتي به أحد لا في كتاب ولا في سن الأمر الثاني أن المعية بمعنى الاختلاق يدل عليها السياق يعني ليس في الأطل يعني لابد من أن يكون السياق ودالا عليها يعني عندما تقول أنا أكل البطيخ بالرطب النبي عليه الصلاة والسلام كان أكل البطيخ بالرطب ويقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا فإذا أكلت البطيخ مع الرطب توازن موضع الحر والبرودة صحيح؟ فأكل البطيخ مع الرطب يقتضي الاختلاق ولي يقتضي مطلق المصاحب مجرد عن اختلاق عن اختلاق جميل؟ هل هذا هو المعنى الذي يقير في قلوب العامة عندما يقول الله معكم أينما كنتم؟ ما فيه عام يتصور أن الله في هذه المواضع حتى الموضع الشريفة وهو يراقبه وهو ساجد يقول سبحانه ربي الأعلى يستشعر عنه بها سبحانه وتعالى وإن كان جاهلا فلا يفهم أي إنسان هذا المعنى من هذه الكلمة إذن ظاهر اللفظ يدل على ذلك ولذلك قوله هو على العرش ويقول في آخر الآية هو معكم أينما كنتم إما أن يكون الكلام متناقضا لأن الظاهر التركيبي يدل على أن الظاهر سبحانه وتعالى على العرش في علوه ويدل على أنه في نفس السياق أنه معنا أينما كنا صحيح؟ فالقول بأن هذه الآية تدل على أنه في كل مكان تقتضي التناقض في السياق التركيبي إذن هل ظاهروا الآية ما قالوا ولا خلاف ما قالوا خلاف ما قالوا يعني ظاهر خلاف ما قالوا والثاني لماذا تقولون أنتم تقولون ما قلنا بالمجال هذا هو الظاهر لذلك كثير من العقد تنحل بمعرفة السياق التركيبي وظاهر السياق التركيبي ولذلك قال في آخره إن الله بكل شيء لذلك في آخره ثم ينبئهم بمعانه اليوم القيامة إن الله بكل شيء عليم دلنا ذلك أيضاً هذا من السياقات التي دلت الآن الخصوص هذا العموم الخصوص قد يكون بوصف وقد يكون بشخص فلما قال ربنا سبحانه وتعالى إذا يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا بشخص ولما يقول إن الله مع الذين استقوا بوصف ولما يقول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى بنا القول بوصف أيضاً إن مع كل إنسان يبيت ما لا يرضى الله بمعنى أنه يعني أن هذه الآية تهديد لكل إنسان والتحذير من أن لا يبيت ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى طبعه إيش الوقف المذكر هنا هو أن ما يريد الإنسان أن يخفيه عن المخلوقين حذراً من عقوبتهم لا يخفى على الله عز وجل وليس معناه المعيّة المجردة أعطل ليس معناه العلم مجردة ولكن معناه إيش فيه معنى المعيّة طبعه كثير من الأمور الإنسان قد لا يدرك حقيقتها يعني مثلما تكلم عن قضية النظر أنه من أثبت النظر لبعض المخلوقين يوم القيامة غير المسلمين مثل المنافقين وغيرهم حتى من أثبت النظر لهؤلاء يوم القيامة صرق بين النظر الذي بمعنى النظر الذي يتب به الإنسان وبالنظر الإهانة لأنه يتمنى أن لا يعرض على الله في قضية العقوبة لأن الله سيأتي يوم القيامة ويحاسب بنفسه سبحانه وتعالى يكلم كل إنسان على ما وقع منه فلا يكون تكليمه له في ذلك شرفا له وإنما يكون تكليمه شرفا عندما يكون من أطحاب الشرف ولذلك لو جئ أبلس وقيل له إما أن تمثل بين يدي القاضي القضاءات وإما أن تمثل بين يدي يعني أحد صغار القضاءات فهو يطمع في أن صغار القضاءات أو أن واحدا من الناس أنه يجامله أنه يخفف عنه لكنه إذا المثل بين يدي الكبير الذي يملك البقش ولا يستطيع أحد أن يرد حكمه فإنه يخاص من ذلك فكيف لو قل له أن ترتكبت جريمة صلاة بالملك أن نلقاه يعني الملك قال أنا بنفسي أريد أن أتعامل مع هذا المجرم كيف سيحصل له اشتد عليه أو لا وبالتالي فلا يتصور الإنسان أنه معنى المعية فيها هذا الشرف أنه إذا كان معه فهذا الشرف لا الأمر يشتد أحيانا قال وقوله ولا تحزن إن الله معنا هذا كلنا معي بشخص إنني معكما أسمع وأرى شخص إن الله مع الذين تقوى الذين هم محسنون بوصف واسبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الله مع الصابرين بوصف ونلحظ هنا أيضا من المعاني المسلكية أنه معاني هؤلاء قلة والطبعي أنهم يغلبون من الكثرة لكن لما حصل هذا الصبر منهم حصلت المعية وكانت المعية أثرا يعني أو جزاءا من أثار هذا الصبر وهذه المعية كانت سببا في نصرة هؤلاء القول وهذا يجعل الإنسان في أمن من الظلم في أمن من المجرمين يعني المسلم الذي يستشعر هذا النوع من المعية مع أن بعض الناس يقول لك المعية ويبدأ يقول لك إذا لم يكن معنا يعني في كل مكان يخاف لا لا نقول هذا نحن نقول هذا المعية لها معنى خاص غير معنى العلم يعني لا نقول المعية فقط علم لا فيه معنى آخر أنت تستشعره ويحصل لك بسرد اطمئنان أنت أن هذا الذي يبطش إذا كنت صابرا إذا حصلت الصفات حصلت هذا النوع من المعية حصل هذه الصفات يحصل هذا النوع من المعية ولذلك من الذي قال هذا الله عز وجل ذكر هذا الذي قاله الذين كانوا مع من مع طالوت الرجل الصالح الفئة الذين كانوا معهم قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع طلبا انطلب حتى نقاتل فغلبوا الكثرة وغلبوا الجحاف الكبيرة نعم إذن هذا هو الكلام المعية اتصور يعني لو قلنا لإنسان يعني من الأمثلة التي يمكن أن تفهم بشكل سريع لو قيل فلان ولد مع فلان يعني ولدان بطن واحد يعني ولد في الوقت الذي ولد فيه هذه معي الزمن أنواع المعي كثيرة طيب فلان يعني مثلا من الطبقة الثالثة من الطبقات السابعين وفلان معه في الطبقة هل يفهم أنه معه يعني جالس معه في البيت طيب يمكن أن يكون هذا في الكوفة وهذا في الشام صحيح أو لا طيب فلان صالح وتقي ونقي وما شاء الله نحسب ونذكي على الله أحد وفلان معه في هذه الصفات يمكن أن يكون في زمان آخر أيضا صحيح طيب فلان جمع كل من جمع أنه من المدلسين فوضع معهم فلان وضع معهم كلانا من المدلسين فجمع من المدلسين الناس التابعين إلى العصور المتأخرة جميل ووضع معهم هذا الشخص هو معهم لكن كم بين الأول والأخير من الزمن يعني لم يجمعه لا مكان ولم يجمعه زمان ولم تجمعه صحبة ما جمعه إلا صفة وضح إذن أنواع معي لو أنت لقد قلت أخوانا هاتوا أخرجوا أنواع معي سيجدون يعني عدة أنواع معي وبالتالي فالوقوف عند هذا قد يطول فلا نريد أن نطيل في ذلك ونبدأ الآن بالكلام عن كلام الله وهذا من أجمل ما يعيش معه الإنسان من الصفات نعم قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدا وكلّم الله موسى كليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لمقاتنا وكلّمه وربه وناديناه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهوكما عن تلكم الشجرة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإن أحدهم من المشركين التجارة فأجله حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله فلن تتبعونا واسلوا ما أوفي إليك من كتاب العبد لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتغ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل الظروف القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وغشى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي ينحذون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين هذه آيات تكلمت عن كلام الله عز وجل وكما ذكرنا في العلوم أن إثباته له أجناس في الدليل السمعي كذلك كلام الله عز وجل أو أنواع كذلك كلام الله عز وجل الأدلة الدالة عليه لها أنواع فهو مذكور بأنه كلام وأنه قول وأنه مناجات يقص أنه أمر وموصوف بالحسن والصدق ويعني غير ذلك ما يأتي إليه إن شاء الله أنه منزل فلابد من يعني الوقوف مع هذه المعاني إن شاء الله كلام الله الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وكلامه بحرف وصوت نحفظ هذه المعاني تكلم متى شاء بما شاء كيف شاء وكلامه غير مخلوق بحرف وصوت منه بدأ هذه أهم المعاني التي نحتاج إليها في إكبات هذا وهو حقيقي ولا مجازي حقيقي لا نحتاج نتكلم بذاته لأنه لم يكن هناك متكلم عنه إن شاء الله طيب نأتي الآن إلى النصوص التي وردت في هذا الجانب قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا سماه حديثا ومن أصدق الآن عندنا متى شاء بما شاء كيف شاء ومن أصدق من الله حديثا تتعلق بأي جانب من هذه كيفية لأنه سبحانه وتعالى يتكلم بالصدق فقط وهذا من حيث الأخبار حيث الأخبار ومن أصدق من الله قيل والقيل يدل على الحر والصوت لأن مقول القول فيها حروف والصدق يدل على المعنى الذي في الأخبار والموافقة أو مخالفة الواقع والصدق وكذلك ومن أحسن من الله حديثا كذلك لكنه طيب وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم النداء دل عليش على الصوت بالإضافة إلى الحروف لأننا نقول القول فيها حروف وقوله وتمت كلمة فتمت ما كان منه سبحانه وتعالى كلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهو موصوف كلامه بماذا في الأحكام بماذا بالعدل وفي الأخبار في الصدق هذا كيف شاء ولا ما تشاء ولا بما شاء كيف شاء طيب قال وطبعا ننتبه إلى أن كلام الله في الجملة يثبته الأشاعرة والما تردية لكنهم لا يثبتون هذه المعاني يثبتون المعاني السبعة التي يثبتها يعني مثبتة المعتزلة فهم يعني لا يختلفون عن مثبتة المعتزلة في هذا ولكنهم يختلفون عنهم عندما يثبتون أكثر من ذلك يعني مثبتة المعتزلة يثبتون هذا العدد من الصفات وطبعا منهم من يثبت أقل يعني من يثبت ثلاث صفات فقط ومنهم يثبت سبعة وهذا أكثر ما حصل للمعتزلة من الإثبار والأشاعر يثبتون هذه الصفات السبعة ذكر شغل الإسلام الثانية ذلك في كتاب الصفدية في المجلد الثاني صفحة 15 تتكلم عن هذا طيب قال وكلم الله موسى تكليما وذكرنا كيف جاء الخبيث إلى أبي عمر العلا المعقل بهذا ذكره أبي خص عمر العبيد جاء وقال له قل وكلم الله قال فماذا تفعل في قوله تعالى فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه وكلمه تكليما فيه تأكيد باسم المصدر يعني كلمه كلاما حقيقيا لا يهتمل التأويل والتفسير غير الظاهر منه طيب قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فهذا أيضا لا يهتمل لأن لو كان منهم من كلم الله يعني كل إنسان يقول يا رب أو أن يكون المقصود تكليم خاص وأن الله وهم لا يسمعون من الله شيئا فما الفائدة وإن كان طبعا لا شك أن من من يدعو الله فبحانه وتعالى هو أفضل من من لا يدعوه لكن لا يوجد أحد من رسل الله إلا ويدعوه ولما جاء موسى لنقاتنا ولما جاء موسى لنقاتنا وكلمه ربه كيف شاء ولا إذا شاء متى شاء متى شاء أن كلامه أن كلامه يكون متى شاء وهذا يدل على أن الكلام أن أفراد الكلام قديم ولا حادث أن أفراد الكلام حادث هذا من الأمور نعتقدها بكلام الله أن كلام الله نوع قديم أزلي وأفراده حادث قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا متى شاء ولا أهم شيء كيف عندنا هنا المنادى والمناجى هذا كيف شاء سبحانه وتعالى إن شاء نادى وكان الثوت في النداء وإن شاء ناجى وكان الصوت بينه وبين من يناجيه واضح وهذا كلام يعني يدل على هذه المواضع وهذه المعاني تمنع أن يكون الكلام معناه كما قال الجهم أو كما قال بعض الهالكين إنه كلمه تكليما أي جرحه بأضافير الحكمة كلمه جرح لأن كلم ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كيوم كله يعني يشجره كلمه وتكلم جرحه وتجريحا بأي فائدة ما الفائدة في هذا قال لا جرحه بأضافير الحكمة طيب وهذه المعاني النداء ومناجات كل هذا يمنع أن يكون لذلك الأشعر تطر إلى قبول هذا المعنى لأنه لا يمكن تصرفه عن ضي أو تكفر يخبر من المجلس الإسلام واضح؟ وذلك التزم جماعة من المعتزر القول به يثبات الكلام وانختلفوا في حقيقة معنى طيب قال وقوله وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين كيف شاء وبما شاء قال قال فيه شيء يعني بيّم الذي أراده منه وفي كل موضع من المواضع يكون قد تكلم لكن نحن تكلم مواضع أدلة بكل موضع يكون تكلم متى شاء بما شاء كيف شاء في كل المواضع وفي كل المواضع بحرف وصوت وفي كل المواضع منه بدأ وإليه ما في موضع يعني يكون خارجا عن هذه المعاني إلا أخر منه بدأ إليه يعود فسرها بعضهم يعني أنه منه سبحانه وتعالى يبدو يظهر وإليه يعود يعني ينسب إليه وعلى هذا فكل كلام كذلك ومنهم من قال منه بدأ يعني عندما يتكلم به وإليه يعود يعني عندما يرفع من الصدور ومن السطور تكريما له قبل قيام السعر قال وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله ويومنا ديهم انظر الآن آيات كثيرة كلها توردت على موضع واحد يمنعه فالقول مجاز أو تاوي فيقول ماذا أجبته من المسلين وقوله إن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله إذن يسمع كلام الله ولغير كلام الله الآن شاعر قولون طيب الآن هذه قضية قبل أن نسمى الكلام تجسلنا في مسألة ما يسمى باللفظ والتلاوة مرة أعيكم هذه القضية ولا لا كلام في اللفظ والتلاوة فيه فتنة حقا تسبب هذا واحد هجر وهو من من أعلام الأمة البخار بحمد الله طيب أقل هذه المسألة القول بالتلاوة الناس اختلفوا في القول بالتلاوة على ثلاثة أكوار منهم من قالوا التلاوة قديمة غير مخلوقة والتلاوة هي ما ظهر بفعل الإنسان والأصوات والحروف الظاهرة من هذه التلاوة قديمة غير مخلوقة قديمة من حيث أن أفراجها غير حادثة أصلاح القديمة وغير مخلوقة حتى الأصوات التي تسمعها من الإنسان أيضا قديمة وغير مخلوقة فما يفضل من الإنسان من صوت عند قراءة القرآن قديمة وغير مخلوقة هذا قوله السالمية وقوله قول باطل والسالمية يغلب عليهم التطور القول الثاني أن التلاوة غير المخلو وهذا القول قسم إلى فرقتين أصحابهم فرقة أصحاب الحق وفرقة أصحاب باطل أصحاب الباطل هم من قال إن التلاوة وإن كانت غير المثل فالمثل لا يظهر على لسان التالي وإنما هو معنى قائم بذات الله وأيضا قديم فجعلوا التلاوة مخلوقة والمثل غير مخلوق لكن ليس المثل هو نفس ما ظهر بالتلاوة وإنما المثل لم يظهر وإنما ظهر ظهر ما يعبر عنه وهو القرآن فالقرآن عندهم مخلوق ومعناه هو كلام الله فيفسرون يسرقون بين القرآن وبين كلام الله فيجعلنا القرآن هو الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف والذي نقرأه وهكذا ولكن كلام الله معنى قائم بذات الله والقرآن هو عبارة عن كلام الله يعني يفسره يوضحه يضيينه ها حكاية والماثرذية قاربون فقالوا حكاية عن كلامه الحكاية يعني صبع ها طيب هذا معنى صبع أو هذا باطل باطل كل من المعنيين يبطله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني أنه يسمع كلام الله عز وجل فالمسموع هو كلام الله لكن هذا الصفة احنا قلنا هذا بسط أو النوع الثاني الذي يقول المثل غير التلاوة أن التلاوة هي فعل القارئ صحيح يعني لا الكلام كلام البارئ والصوت وصوت القارئ الكلام كلام البارئ والصوت وصوت القارئ وأنا اخترت لكم موضوع أن تقرؤون منه عن هذا الموضوع لابن قيم رحمة الله عليهم نوع ما هو كل ابن تيمية أحيانا ابن قيم أيضا جميل في مواضع تهلة وجميلة ولكن فيها تفصيل طيب جدا للصواعر في صفحة أربعمية وتسعة 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 عفوا في موضعين أنا عندي لأنه الدارة العلمية لكن غالب إخواننا ما هي عندهم بحسب الذي عندي أربعين وتسعة وأربعين وعشرين لكن في طبع الدار الحديث لأن حاولت أني أنا أحصل على طبعة أخرى حتى يكون عند بعض إخواننا من خمسمية وتمانية إلى خمسمية وتسعة وما بعدها تتكلم عن هذا الموضوع كلاما يعني جميلا ترجع عليه وكلام ممتين حقيقة في هذا الموضوع يرجع إليه إن شاء الله وكلام أهل السنة التلاوة هي الأداء التلاوة هي الأداء الذي يحصل العبد فالعبد مؤد مبلغ ولذلك يظهر بصوت الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى فالمسموع صوت العبد ولكن المقصود من هذا الصوت الحروف التي تضمنها صوت العبد هي غير مخلوقة فلا ينسب إلى العبد منها إلا الأداء فقط ولذلك لما قال صلى الله وكان يقول في الله سلم يتمثل يقول ويأتيك بالأخبار من لم تذودي يتمثل قول طرفه يعني ما هو كلامه ولو قال واحد من الناس هذا قاله الرسول صلى الله سلم يقول إنما كان يتمثل وليس قوله واضح؟ إذن لو رأينا رجلا جاء بقصيدة الشعرية وعرفنا القائل نقول هذا الذي قالها ولا الأول الأول يمكن أن تقول فلا قال لكن قاله مبلغا مؤديا لكن من المتكلم الذي قال في الأول لذلك منه بدأ وإليه يعود ينسب إليه ولا ينسب إلى غيره لكن ينسب القول إلى أي قائل يعني أي قول تقوله مبلغا مؤديا ينسب إليك فلا قال مثلا الحمد لله رب العالمين وهي من كلام الله لذلك قال إنه لقول رسول كريم يعني مبلغا مؤديا فنسبة القول إلى غير الله هي نسبة تبليغ والأداء لكنه ليس كلامه فليجوز أن يقول إنه كلام رسول كريم فلا تجد في كتاب الله مثل هذا الموضوع إذن يجوز أن يكون المبلغ المؤدي ينسب إليه شيء لأنه قول على وجه التبليغ والأداء واضح فالكلام سلام البارد والصوت صوت الخارج الأصوات التي تظهر منها مخلوقة 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 واضح هذه أحدثت فتنة في زمن الإمام أحمد ومن بعده فماذا فعل إمام أحمد أغلق أبواب الفتنة ووضع بين يديناه ما يسمى بيش بسد الزرائع فقال لا تتكلموا في اللفظ أبدا أكون لفظي مخلوق ولغير مخلوق حتى لا نفتح مجالا هؤلاء يتربصون ويقولون قال أحمد مخلوق أو قال أحمد غير مخلوق ماذا نفعل؟ لا تكون مخلوق ولا غير مخلوق وإن فعلت ذلك فأنت لأن الوقت يقتضي حسم المادة التي تحصل منها قضية خلاف فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهبي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يعني هذا مبتدع وهذا مبتدع لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق لماذا؟ لأن كلمة اللفظ تتضمن شيئا التلفظ والملفوظ ملفوظ به التلفظ مخلوق التلفظ مخلوق والملفوظ به غير مخلوق لما تقول لفظي بالقرآن المخلوق لفظك تضمن كلام الله وتضمن صوتك واضح؟ الحمد لله رب العالمين هذا لفظي تضمن صوتي وتضمن كلام الله سبحانه وتعالى فلا يجب أن يقول لفظ بقرآن مخلوق فإذا قلت ذلك فأنا جهمي ليش لأن زعمت أن كلام الله مخلوق مع كلامي وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد زعمت أن صوتي غير مخلوق مع كلام الله إذن في الجهتين ممتدعوا إلا لا فذلك السالمية ممتدع على هذا الاتباع وأما الأشاعر فهم جهمية جهمية ونسالمية الأشاعر قلون القرآن يعبر عن كلام الله فعندهم اللغض مخلوق ولكنه دالا على غير مخلوق وهو الذي في نفس الله سبحانه وتعالى إذن الأشاعر جهمية ونسالمية جهمية إذن ينطبق على الأشاعر ما حكم به الإمام أحمد على من قال إن القرآن مخلوق وضحت القضية أحتاج إلى شيء إذن ترجعون إلى الموضع إن شاء الله تعالى وتجدون فيه يعني كل ما يسور لكم إن شاء الله وإن أحد من المشركين استجاركة فأجروا حتى يسمع كلام الله إذن المسموع كلام الله والمقروء كلام الله والمكتوب في المفاحث كلام الله ما نسمع شيء غير كلام الله لو قال هذا الرجل قال يا فلان يا فلان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه تستطيع أن تميز بين كلامه وكلام الله هذا فقط عند أهل السنة والجماعة عند أهل المنهج السلفي أئمة السلفي أصحاب الحديث يستطيعون أن يميزوا في كلام الإنسان أو في ما قرأه الإنسان بين كلامه وكلام الله وبين صوته وبين الحرف فقط هذا الذي يبقى الآن ينبغي أن تنتبه ولا يقضي ولابد من وضع هذا في الاختبار كيف نفرر أو ما هو الفرق عندما يستالي القرآن بينما يكون من المخلوق مخلوقا وبينما يصدر عنه من غير المخلوق هذا لابد من تحديده ولابد من قراءة يعني وجوبا قراءة الموضع الذي ذكرنا لكم من كلام ابن قيم حرفا على أن تنتفعوا إن شاء الله قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون أن يبدلوا ماذا قال ما قال أن يبدل القرآن لأن القرآن لو قال يبدل القرآن يقول لك الأشعار يقول القرآن لأن المقصود بالقرآن هو اللفظ الدال على المعنى الذي في نفس الله المعنى الذي في نفس الله يمكن تبديله معنى في نفس الله يعني علم الله يمكن تبديله لا يمكن طيب كيف يمكن تبديل كلام الله طالما أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس كيف يمكن تبديل هذا واضح؟ يعني واضح مخالفتهم الصريحة لما جاء في كتاب الله وقال وَكْلُ مَا أُشِيَ لَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لكلماته وهناك فرق بين ما يريده الإنسان لأنه يطمع فيه مثل تبديل كلام الذي هو الكلام الشرعي صحيح؟ وبين ما لا يمكن للإنسان أن يطمع به وهو التبديل الكلمات الكونية الكلمات الكونية ولا مبدل كلماته لا شرعا ولا ثونا باعتبار قرآن الكريم لأن القرآن الكريم يمكن تبديله ولا لا لا يمكن تبديله وهم طمعوا في ذلك من حيث النظر إلى الاعتبار الشرعي لأنه يمكن أن يخالف الرسل لكن كتاب الله القرآن بده هذا لا يمكن تبديله وقال واتل ما أحيي من كتاب ربك لا مبدل الكلمات وهذه تشمل الكلمات الشرعية والكونية لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار القرآن لكن وقع تبديل في فيما قبل القرآن ما وقع لأنه يريدون أن يبدل كلام الله يعني مثل ما وقع ممن قبلهم وحاولوا تبديل كلام الله عز وجل لكنهم ما بدلوا إلا لأنهم هم الذين استحفظوه بما استحفظوا من كتاب الله هذا الكتاب إننا نحن نجلنا الذكرى وإننا له لحافظون وهذا أيضا من أجلة أن القرآن كلام الله قال إن هذا القرآن يقص وهذا لا يكون إلا بالكلام لأنه يمكن أن يحصل القف بالمعنى المجرد عن اللفظ يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون وهذا وقص من أوصاف كلام الله وهذا يسميه متى شاء ولا كيف شاء وقوله وهذا كتاب أنزلناه بارك فإنزاله دليل على أنه كلام الله لأنه لا يحتاج الكلام مقلوب في الإنسان أن ينزل ووصفه بننظر وهذا وصف الكلام وقلنا إذا وصف المعنى استطعنا أنه ميزه فلا يكون شيء آخر وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متصدقا متصدقا مخشية الله يكون هذا من كلام المقلوب ننظر إلى الكلام لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الكلام عن القرآن ولا عن كلام الله هنا يمكن يقول لله هذا الكلام عن كلام الله لأنه هو المعنى في النفس لو أنزله على الجبل لا تصدقا لا هنا الكلام عن القرآن الذي هو عندهم المعبّ لا هذا هو نفس كلام الله هذا هو نفس كلام الله لأنه لو أنزل القرآن وانظر يا أخي كم حكمة ربنا سبحانه وتعالى يعني نعيش في نعمة عظيمة في أدلة سابقة لا تحتاج معها إلى أي تأويل هؤلاء لا يملكون أن يردوا مثل هذا الكلام ولذلك يعني كثير من هؤلاء اعترف في آخر عمره بكثير من الأغلاط التي وقعوا فيها أو أنه وقع في الحيرة يعني إما يعترف وإما يقع في الحيرة ومن اعترف منهم كثير منهم سكت وأخذ بالقول بالوقف أو أنه فور حتى تعلم ما يقول والله أنا خلينا أمشي في الطريق الغلط وثم أعودهم ما عادوا إلى شيء في الحقيقة يعني أبو المعالي رجع لكن إلى أي شيء رجع وكتب ثلاثة كتب تقريبا بعد رجوعه ولا يعرف من هذه الكتب أي موضع يصرح فيه بإثباك الصفات وإنما يصرح فيه بمخالفة مكان عليه والرازي كم رجع عن أشياء رجع عن أشياء كثيرة جدا وأفرح بمخالفة مكان عليه والتزم القول بتسلسل الحوادث والتزم بأشياء كثيرة جدا تراجع فيها عن ما قالها أولا والتزم القول بإثبات مجموعة من الصفات وبقي عليه على كثير من ما كان عليه فلا يطمع الإنسان بعد المضي في طريق الباطل أن يعود من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث ذي الخويس سرع إيش قال ثم لا يعودون إليه خارج ما يعود بدعم هذا بشرط أن يكون قد عامد بعد ظهور الدليل أما إذا مشى في الباطل من غير أن يعلم الحق وعان فربما يكون أقوى من كثير من الناس يعني ذلك يقول كل إنسان يقع في الباطل قبل ذلك لا يخاف على نفسه بشرط أن لا يكون معامدا وقع في الباطل قبل ذلك فتعلم الحق ورجع إليه الحمد لله لماذا؟ لأن الضلال هو المبني على الهوى وليس مجرد الوقوع في الخطأ كل إنسان يمكن أن أخاف الخطأ كل إنسان يمكن أن أخاف بل كثير من أئمة العلم الكبار وقعوا في أقطاع حتى في الانتقاد انتقد على ابن قيم رحمه الله تعالى وكلام نسب إلى ابن تيمية في مسألة فلأنه انتقد على ابن خزيمة القول بأن الله خلق آدم على صورة آدم نفسه انتقد على جماعة من العلماء كلام في مثل هذا الجانب ومن قال أن الله رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسي وكما انتقد على كثير من هؤلاء كلام في مثل هذا الجانب وبقوا على ابن خزيمة إمام الأئمة أثر عليهم ذلك لأنه لم ينبني على المعامدة ما عامد الحق طيب قالوا إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر والله يا أخوانا كأني أشهد بقريش بالعلم بأن هذا كلام الله أكثر من 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 هؤلاء الضالين لأن الافتراء لا يكون على شيء مخلوق يعني أنه افتر على نبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يتكلم وهو يأتي من عنده بكلام ها؟ هذا افتراء إذن كأنهم يقولون أنت تقول كلام كلام الله هو الوضع له كلام من؟ كلامه وربما قال بعضهم كلام جنيك يعني لماذا الفرص بينما يقول كلام جنيك وكلام ملكك؟ حتى الذي ارتقى شوية وقال أنه كلام جبريل يعني لماذا الفرص بينه وبينما يقول كلام جنيك؟ في النهاية هو كلام مخلوق وبالتالي حتى شهارة هؤلاء الذين ذنهم الله عز وجل يشهدون بأن الذي جاءهم كلام الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك في الحر وعندنا موضعان لإثبات الإثناد يعني إثناد الكلام إلى الله أحدهما يدل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم به إلى جبريل والثاني أن جبريل نزله على النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق هذا إيش؟ نقل جبريل عن الله والثاني الثاني على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك وهذا فيه إيش؟ أن جبريل أنه نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعه إياه وهذا هو مقصود على قلبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه بلسانه ويتلقض به ويقع في قلبه فيحفظه لا تحرك به لسانك نساء جلبين كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يجمع بين السماع والتلقض من أجل تلكين الحفظ فيستقر في قلبه سنقرئك فلا تنسى إذن فالإسناد الإسناد القرآن الذي تقرأه أنت هو أشرف إسناد بالنسبة للقرآن لماذا؟ لأنه ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن تقول عن شيخ فلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى وليس عن بيته العزة وإنما عن رب العزة أننا لا ننقل عن لوح أو كتاب وإنما ننقل عن رب الأربار سبحانه وتعالى يعني على تحفظ على هذه الكلمة بمن لم يفهمها لأن كل إنسان رب باعتبار باعتبار موضعه قال قل نزله روح القدس وهذا لشرفه ونزاهته يحمله لطهارته القدس تدل على الطهارة من ربك وفيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما قال من رب العالمين وإنما قال من ربه روح القدس من ربه وإنما قال من ربك ليشير إلى أن منتهى القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهنا صارت الإثناء من الله إلى روح القدس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالإشارة من ربك وهذه أعظم مراتب الرببية يعني هذه أشرف مراتب الانتماء والإضافة رببية رببية الله سبحانه وتعالى يعني إضافة الرببية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم مراتب الشرف في نسبة الرببية وإضافتها رب هذا الأمر فلا يوجد أشرف من هذه المرتبة بالنسبة للرببية يعني إضافة الرببية ما أحد يتشرف نحن نتشرف بأنه رب العالمين لأننا هو بعض العالمين صحيح؟ ولكن لما قال ربك للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي يحصل له مثلا هذا الشرف؟ نحن نقول ربي أما هو يقول لي أن ربك هذا يش؟ يعني الشرف لا إله إلا هو لا رب سواه نعم بالحق ليثبت الذين آمنوا وهذا يدل على أن الذين يثبتون على مراد الله في ذلك هم الذين آمنوا فالكلام ليس عن طائفة ولا عن حجب ولا عن فئة وإنما هذه الفئة هي الذين آمنوا وهدى فالقرآن تضمن الهدى الذي فيه النور والبيان والوضوح والعلم وبشرى للمسلمين فكل مسلم منتفع من ما جيه في القرآن الذي عمل به وافقه نعم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر هذه من الصواعق هذه من الصواعق المرتلة على الجهمية المعطلة إذن القرآن ليس تعليم بشر يقول الثالث بهم تعليم ملك يعني إذا لم يكن بشرا ولم يكن كلام بشر إذن هو كلام ملك يعني هل المقصود القروج من المخلوق ولا القروج من البشرية فقط طيب قال لسان الذي يلشدون إليه أعجمي وهذا لسان عرمي ومبين هل الذي يعلمه هو القائد متكلم ولا الناقل المعلم الذي يعلمه الناقل المعلم يعني يعلمه العلم الذي أوحي إليه وهناك ما يقصف عليه القصة أعظم من هذا قال الله تعالى إنه فكر وقدر يعني صور الإنسان وصل إلى درجة التدبير والتفكير إلى أن وصل إلى غاية ما هي الغاية؟ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر انتهى الكلام سأصليه سقر يعني الإنسان غاية ما يصل إليه الحقيقة يعني يكاد شعر بذنية غاية ما يصل إليه من العدوان على كلام الله أن يقول هذه الكلمة ليس قول المخلوق ليس قول البشر فمن قال كما قال الطحاوف فمن قال إنه قول البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وتوعده بثقر وما أدراك ما ثقر لا تبقي ولا تذر لو واحد للبشر عليها وشيخ الإسلام المنتمي رحمه الله تعالى بهذه الآية يختم الكلام عن مسألة كلام الله ونحن لم نتفصل كثيرا نحن نتكلم عن بعض ذلك وهذه الآيات ذالة على الأنواع التي ذكرنا وإنما نريد أن نعرف أصول عقيدتنا في هذه العقيدة أما الرد على المتكلمين والكلام في ذلك تفصيل أقوال الثلاث في هذه المسائل ما أكثره وما أعظمه وما أجمله وما أحسنه كثير والثابت عن نبي عليه الصلاة والسلام في الكلام عن كلام الله هو شيء كثير وجملة كبيرة جدا لو جمعت من كتب أهل السنة نجتمع لنا يعني نجتمع لنا سفر عظيم جدا في إثبات كلام الله ثم كل آية من القرآن فهي من الأدل على كلام الله لأن كل القرآن كلام الله ومن يحمل القرآن ويقول هذا ليس كلام الله فهو كافر لكن القوم لا يجرؤون أن يواجه الناس عند التعريف فقط يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله ما شاء الله يعني فالناس يقول لكم عبارة عن كلام الله عبارة عن كلام الله ماذا تقصد؟ هو كلام الله أو غير كلام الله لا هو عبارة عن كلام الله طيب القرآن مخلوق أو غير مخلوق قلت معناه غير مخلوق واضح؟ الهروب لا يريد أن يجيب لأنه إذا قال بذلك لا يعني كل الأمة أجمعت على كفر من قال بخلق القرآن فهو يهرض من هذه خضية تكون صادقا إذا كنت لفت صاحب هوا ولفت معاندا أصدق ما في نفسك منهم من التزم وقال أنا أقول قرآن مخلوق منهم من التزم هذا الأمر وقال أنا أقول بأن القرآن مخلوق طيب سؤال هذا القرآن الذي وكلام الله يمكن أن تزينه وأدو حسنه كلام الله يعني ممكن واحد يكون صوته هو كالجرافة عارفين الجرافة لما تمشي فلما يقرأ الناس يقول لك يا أخي ما بدي أسمع وممكن أن يبغض الناس بإيش بكلام الله واحد آخر صوت جميل وعد فيقول والله أنا أحب أن أسمع القرآن قبل شوية ما كانوا يريد أن أسمع القرآن فأنت إما أن تحبي بالناس لذلك قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا يعني يجوز تحسين القرآن ها ذلك أبوث الأشعر يش قال لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم رأى من فصل الفرسيح ايش قال لحبرته لك تحبيرا يمكن تحبير القرآن واضح يا جماعة والله إنما أنا يعني لو لا لولا أننا محصورون في وقت وكذا فلا نسب أن نقرل من كلام عن كلام الله عندما تذكروا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل ويقول لنا من يحملني حتى أبلغ كلام ربي فإن قومي قد بنعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل هذا الكلام تقول كلام مخلوق شعورك بأن النبي عليه الصلاة والسلام بذل أحمد رضي الله عنه نال لقب إمام أهن السنة لما بذل نفسه من أجل الله عز وجل في كلام الله وكان حفظ مسألة كلام الله هذه تبعنا في حفظ بقية العقيدة لأنك تحذو به حذو بقية الصفات لو قال واحد علم الله مخلوق فالكلام نفس الشيء لو قال رضى الله مخلوق كذلك لو قال أي صفة مخلوق الله كذلك حفظ هذا هذا الرجل الذي يعني مرت به هذه الفتنة وهذه المحنة وصبر وهؤلاء الذين استشهدوا في سبيل الإبقاء والسباب على كلام الله وأولئك الذين يعني ورّوا مع أنهم قد عملوا برخصة منهم من ترك حديثه ومنهم من هجرون بعد غر السنة لأن هذه العقيدة لا بد من الثبات عليها كل شيء يمكن أن يتوهم عليه إلا الدين كل شيء له ثمن إلا الدين فتنهب الأرواح في سبيلهم وتنهب الأموال والدماء كل شيء الأولاد والأهل وكل شيء يفضل إلسان الدين ولا يعاتب الله فإذا كان الكلام عن الحلال والحرام كذلك فكيف الكلام عن أسماء الله وصداته وعن توحيد الله أنبياء قتلوا من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يحكي نبيا من الأنبياء قتله قومه يمسحوا الدمعا ضربه قومه يمسحوا الدمعا وجهه يقول ربي اهدقوا بي فإنهم لا يعلمون ثبات على الدين ويموت الإنسان من أجل كم قتل من أنبياء بني إسرائيل من أجل هذا الدين فأتذكر لما يقول النبي عليه الصلاة من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي فإن قومي قد منعني أن أبلغ كلام كلام ربي شعور بقرب هذا الكلام منك كلام ربي انظر أنت الآن تقرأ القرآن كم مر قرأ القرآن أكثر واحد فينا قرأ القرآن الآن لو قيل له يعني خذ جانبا بعد المجلس وقرأ ستجد يجد في عذوبة هذا الكلام وكذا بينما عدد هذا القراءة لو قرأت أي شيء آخر مهما كان عذبا لا يمكن أن تحتمل أن تستمر في إعادة قراءته والواحد منه حال مرتحل عندما ينتهي من القرآن يعني يتمنى أنه لو يبدأ مثلا بسورة الفاتحة قبل أن يعني ما يقف عن سورة الناس حتى يكون بدأ بال الختمة الجديدة الصحابة رضي الله عنه كان ينزل القرآن في مكة وينتظرون يتربطون نزل القرآن في اجتمعون ماذا نزل وينكتبون لذلك حفظ لا يمكن نسيان القرآن الكريم فرق فالآيات تنزل كأن الآية من الآيات عضو من الإنسان الأكثر يحفظه كيف يحفظ الإنسان أعضاؤه يحفظه أكثر منها كيف ينساهب عن ذلك ويفرح فإذا أنزل القرآن ثريف لنزل القرآن وإذا كان ينزل القرآن في المدينة وأهل الإيمان تقشعر له جلودهم ثم تلنوا قلوبهم وجلودهم لذكر الله والمنافقون ينزل عليهم كأنه عمر كأنه يصب عليهم العذاب كأنه عذاب هذا كيف يشبه في كلام الخلق هذا الكفر يعني بعض الناس يكون عنده عاطفة لقتل بعض المحلمين يكون عنده عاطفة انتهاك الأعراض يكون عنده عاطفة لأخذ البلاد والأراضي وعندما يسمع مثلا هذا كلام لا يكون عنده عاطفة انظر إلى عاطفة الإمام أحمد في أي شيء كانت هذا الإمام من يستطيع أن ينازع فيه إمامة الإمام أحمد لا ينازع فيها إلا أهل الضلال حتى الأشاعر يثمتون له الإمامة حتى المخالفون لمنهج السلف يثبتون له الإمامة ألمى النذين لا يثبتون له الإمامة مثل معتزل أو كذلك هذا أو حديث لم يقالفوه لأنه قمع بدعتهم وانتهت بسبب ذلك طيب إذن نكتفي بهذا القدري وحاولوا الكلام عن النظر يعني في أقصى الحدود نحاول أن نمشي فيه لأنه نوقفنا فيه فقد يكون أشد علينا من كلام عن كلام الله فأريد أن تحضروا جيدا حتى نمشي إن شاء الله فيه وصلنا الله وسلم وبرك على نهاية الحق